مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي مرحبا بكم في مرحبا من الشركات المهم بكم في مرحبا من الشركات مرحبا بكم في مرحبا التربية الانيب يمكن ان يستخدم هذا الكلور يمكن ان استخدمه و أول شيء معقيم 100% يعني ممكن ان بحث هالبقنات ديال الكاج ديما كيكونوا كي تلقوا فيهم واحد كحولة مثلا هنايا شوفوا لاحظوا معايا هنايا ممكن اننا الرشو هاد الكلور نخلط شوية ديال معهد شوية ديال الماء ماشي من الله ما يكون يعني كله كرور وانما هكا بها الطريقة الرشو الجوانب ممكن هكا واحد رشة كبيرة على الالانيب هكا هكا ماشي مشكل هدا من جهة يعني كان نعقمو به الكاش يعني كان نهضرع على الكاش يعني ممكن ان نمسحو من بعد بواحد الشيتة هاد هاد الاسلة يعني الرشو الرشو بيه ونمسحو هاد الاسلك هاد واخا واكتري القاعدة يعني تلفوق مش مش مشكلة يعني القاعدة يعني هاد الاسلك هاد رماء ما كتدرش رهم زيانة ولكن مع المدة كتتولي يعني عندها واحد اللون شبه ابيض مني تشوفوا اللون شبه ابيض يعني را الفضلات كتطيح ولكن يعني الفيزيك ديالهم يعني البو ديالهم اعزاكم الله كي يبقى في ديكل اسلك انتو ما ارشو عليه بواحد الرشة وحكو بالشيسة يعني هدا دور من ادوار ديال الكرور الكرور عاود ممكن يستعملوه الناس اللي كينين في العروبيات يعني الناس اللي ما مدخنش الماء يعني ما عندومش الماء في الروبيني ما عندوماش الماء في الروبيني كي يشبدو المياه من 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 الابار يعني بؤير كي يشبام منه الماء وكيشربوه منه الارانيب كون هم تأكدين ان هذا الماء الام سو تشربوه منه الارانيب منش بيد يضرهم ولكن كيكون عندهم وحد البو ديالهم كيف storingل الى احمر مدمم يعني شحام وعد كي يقول لك هنا عندي الأرانيب ديالي في العربية والبول ديالهم أحمر يعني مائل اللون الأحمر وما كيف همش علاشه وما ماشي مراض ماشي مراض ولكن كي يقول لك أنا وما عايشين بهالطريقة ولكن كي يلاحظ أن البول ديالهم مرة مرة كي يقول لي أحمر هذا السبب راجع المياه الجوفية مياه الجوفية ممكن أننا نديرولها يعني في واحد البوديزة كبيرة ما زالنا خمسة يطره ممكن نديروا واحد الغلاقة نصف غلاقة مثلا قعرية شوية ديالاش ديال الكلور يعني اسمه هو الكلور جافيل جافيل ممكن نديروا واحد معي يلقى معي يلقى في فيطره معي يلقى في يعني اغلاقة في خمسة يطره ولكمية اللي درتوها أراها خدام يعني ماشي غيمة كتروش ما في ماشي غالي واحد غادي يدير كاس مثلا في خمسة يطره هذا من جهة يعني هذا تعقيم المياه وحتى الناس اللي عندهم يعني المياه ديال روميني أرا كتكون تهيئة داوية لاحظوا انكم اني كتشدو المياه ديال ديال كوب كتكبوها أول مرة كتلقى كتلقوا واحد تشنشين حنقولوا بحل شكل ديال يعني الاسبيريمي كتديروها مع مع الماء كتقطلع واحد تشنشين هادك تشنشين اسمه هو ذكره هما مداوينو يعني كين كلور ولكن كين مواد أخرى تموت ديرون سموم ديرو معاه مع يلقى ديال جافيل ديروها معاه باش يحيد هادك السموم اللي كتكون في الماء إضافة أنه يعني الكلور المشي المخفف يعني يعني الاتشي انك نقولوا ااتشي الناس كي معروفين كيقولوا ااتشي كيكون واحد الليتر كيتبع بسبعة دراهمونس هادك الناس اللي عندهم يعني هذه معلومة رافيت كيلينها وكان رددها ديما باش يعني نعاون خوتي باش ميتاحوش في واحد الفخ ديال الجرب مني كيكون شو عندكم الجربة يعني ضي السر جربة ماشي ديال الأودون ماشي تتصمغ الأودون لا جربة اللي هي كتكون ديال تساقط الشعر يعني كتكون من يعني القنية ديالكم طاح لها الشعر من جهة الجبهة من جهة الأنف من جهة الرجلين مني نشوفوا عندكم هاد الحالة هذي مباشرة ديروا نصف كاس ديال زيت العود ونصف كاس ديال القرور يعني ااتشي ينصف الكيمية مني تشوفوا نصف الكيمية كما كانت نصف كاس ومعلقة معروفين او لا اي حال المهم نفس الكيمية تخلطوهم مع بعضياتهم يعطيكم واحد المحلول تشدوها القطنة ولا اللي كان اي صوف ولا اي حاجة وتمسحوا وقت من احسن تكون قطنة وتمسحوا به المناطق اللي مضروبة بالجرب كنوا متأكدين هدا غادي تشكروني بزيف على هاد المعلومة هدي لان الناس كيخافوا من الجارب ديال يعني تساقط الشعر نتفكروا معايا نفس الكيمية ديال زيت العود زيت العود الخيصة ماشي الغالية ولا الحائدة ولا زيت العود عادية نفس الكيمية اللي كديروها كتخلطوها مع ااتشي وقتمسحوا المناطق اللي مضروبين بها لمدة 3 يام من هالرابع ان شاء الله كي يجيب الله تسير ايدالwn terms Gandhi سنعتقد على الصوت ديالون النقاقية ديال البدجاج لانه صورتيия واقعتهم هتوا باش كي ب needing bijd ان ك停 ستون هذا الصوت هادا كنكون كن اعتقد ان ان هاد الحلقة يعني راها مهمة علاق الكيلور راه مهم مهم عندو فوائد بالنسبة للقدم بوحد الشكل، يعني ضروري يكون عندكم واحد اللتر ديما محطوط على جن ديما إما خدموه في الأخر في ذاك الولادات هما نقيوا به نسحوا به ذاك الولادات لأنك تكون الأنثى عادو ولدت منين يدوزوا حلوقيتها ذاك الشعر ديالها والدم نيك يكون تماما من لابد ما تغسلوها ذاك الشيئها بالكلور تا هي هذه نقطة مهمة يعني أي حاجة رها مهمة فيها القلور القلور أشك يدير؟ كي عقم ومعقم يعني الأمراض اللي ممكن أنها تصيبكم من إما جاراب إما يعني محويج ديال الجاراتين كلها ديما يكون عندكم واحد اللتر ديال القلور ممكن تخلطوهم على المبحال هكا بشير الشاشة مهم أنكم تبقوا تخدموه ديما ديما يكون عندكم كدواء نعتبروه كدواء يكون عندكم مع الأدوية الكلور يكون عندكم مع الأدوية إذن الحلقة ديالنا هي ديك نشكركم على التعاليق طيبة ديالكم ما تنسونا زر جام تقلوه زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر